بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على أشرف خلق الله أجمعين وحبيب رب العالمين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه أسألك ربي مع إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات ألا تحرمنا جميعا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وألا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه احشرنا اللهم في زمرته وتحت لوائه وفي الفردوس الأعلى أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأياتها المشاهدات الكريمات مرحبا بحضراتكم في حلقة سنوية مميزة نعم هي حلقة سنوية لأنها تأتي في ذكرى يوم جميل نعم هو جميل وستعرفون بعد قليل لماذا هو جميل لأنه يتعلق باليوم الذي أنصفت فيه لغة العروبة اللغة العربية اللغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين صدر لها قرار عالمي في الأمم المتحدة لتكون جنبا إلى جنب مع اللغات العالمية الأخرى الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والأسبانية فجاءت اللغة العربية لتكون السادسة إلى جوار أخواتها من اللغات العالمية تأخر هذا الإنصاف طويلا وكان يجب أن يكون قبل ذلك بعشرات السنين لكن هكذا قدر الله وأنصفت كما قلت اللغة العربية وأصبحت من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة في الأوساط العربية جعلوا لها وفي دول عربية كثيرة جعلوا هذا اليوم مناسبة سنوية وعيدا سنويا لللغة العربية الحقيقة نحن مع لغتنا العربية في عيد دائم والله أقولها وأعنيها نحن مع لغتنا العربية لغة القرآن الكريم ولغة السنة المشرفة لغة خير الأنام عليه الصلاة والسلام نحن في عيد دائم وهو أمر أشعر به كثيرا وأنا أحاضر في أبناء ومناتي الطلبة والطالبات وأنا أقف إماما للمسلمين أو فوق منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا للجمعة في كل مناسبة يتاح لي فيها أن أتحدث إلى أبناء العروبة والإسلام أشعر في هذه الساعة بأنها كانت فرصة ذهبية ممتعة حيث حيث أشعر بمتعة لا تدانيها ولا تماثلها متعة ونحن في درس اللغة أو في درس الدين الإسلامي مع إخواتنا المسلمين وأخواتنا المسلمات لكن على كل حال هو يوم جميل سنوي يقوم المدرسون والأساتذة في هذا اليوم بالحديث إلى أبنائنا من الطلبة والطالبات عن اللغة العربية وجمالها ومنزلتها العظيمة بين أبنائها وبين لغات العالم وبخاصة حينما يكون الدرس درسا قرآنيا أو في السنة المشرفة قلت منذ قليل نمر حينها بمتعة لا تعادلها متعة لغتنا العربية العظيمة التي يعتز بها كل عربي وكل مسلم نعم وكل مسلم في أرض الإسلام أيا كان موقعه يحب هذه اللغة كحبه للقرآن الكريم ولقد أكرم الله تلك الأمة كرما ما بعده كرم وأنعم علينا جميعا بنعمة لا تعادلها كذلك نعمة عندما أنزل القرآن باللغة العربية على سيد العرب وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتشرفت فتشرفت العروبة تشرفت العروبة أن ينزل القرآن الكريم بلغتهم وأن يخاطبنا رب العزة في علياء سمائه يخاطبنا بلغتنا العربية المحبوبة فهنيئا لكل الناطقين باللغة العربية في كل مكان من أرض العروبة ومن أرض الإسلام الذين يعيشون متعة يومية كلما استمعوا إلى القرآن الكريم يطلى عليهم بلغتهم يعيشون أسعد أوقاتهم أقول لحضراتكم بأمانة أشهد الله ونحمده أولا وأخيرا الذي أتاح لنا دراسة اللغة العربية في أعرق وأعظم جامعات العالم في الأزهر الشريف بل أتحدث بنعمة الله علي وأحمد له وأشكره الذي أكرمنا برسالة أو ختم لنا دراستنا في الأزهر بالدكتوراه في القرآن الكريم فكانت واحدة من المنى العظيمة نحمده تبارك وتعالى عليها ليلة نهار لذلك أقول وأنا أعني ما أقول هنيئا لأبناء العروبة والإسلام أن من الله علينا وشرفنا وأكرمنا وأنزل القرآن باللغة العربية الفصيحة الجميلة أهنئ أبناء المسلمين وأبناء العرب في كل مكان أهنئهم بهذه النعمة الإلهية العظيمة وأكرر تلك النعمة التي لا تعادلها نعمة هي مناسبة سنوية كما قلت يحلو للمشتغلين باللغة العربية في كل مكان وفي أجهزة الإعلام كذلك يحلو لهم في هذه المناسبة أن يتحدثوا إلى الناس بأمجادي وآدابي وبلاغتي اللغة العربية ليذكروا الناشئة والمتعلمين على وجه الخصوص ليذكروهم بنعمة وشرف دراسة اللغة العربية والتحدث بها نريد أن نحدثكم اليوم إن شاء الله في هذا الموضوع في حلقة خاصة فإذا فرغنا منها بإذن الله سنعود إلى سلسلة الحديث الذي كنا قد قدمنا منه ستة حلقات وكان وأنتم تذكرون إن شاء الله عن عوامل تدمير تدمير الأسرة وتفكيك الأسرة وفشل الأسرة قدمت ستة حلقات وفي الأسبوع المقبل بإذن الله سنعود إلى هذه السلسلة المهمة لنلحق اليوم بركب بركب الاحتفالات التي أقيمت في الأيام الماضية حول اللغة العربية نريد بهذه المناسبة وفي عجالة ونستغل أو نستثمر بإذن الله هذه الفرصة لننصح لأبنائنا وإخوتنا وبناتنا وأخواتنا من القائمين على أمور التدريس على كل المستويات بدءا من المرحلة الابتدائية بل ما قبل المرحلة الابتدائية ومرورا بالمرحلة الإعدادية والثانوية وانتهاءا بالجامعة أريد أن أقول لهم وأنا أشد على سواعد الجميع وأرجوهم في ذات الوقت نعم والله أقدم رجاءا للجميع أن يقدموا بضاعتهم العلمية العلمية مهما كانت تخصص ومهما كانت المادة الدراسية التي يقدمها إخوتنا وأخواتنا أقول للجميع احرصوا يرحمكم الله على أن تتحدثوا لأبنائكم وبناتكم باللغة العربية الفصيحة الصحيحة الممتعة الممتعة الجميلة وصدقوني صدقوني إذا قلت لحضراتكم إن أبناء إن أبناء المرحلة الابتدائية والله يحسنون الإنصات الإنصات والفهم للغة العربية نعم ذات يوم وفي العام الماضي استدعيت من قبل إحدى المدارس الابتدائية للمحاضرة وإقامة ندوة بين أبناء هذه المدرسة وانشغلت بالحديث وكنت شخصيا مستمتعا بالمادة التي أقدمها وبلغة هذه التي أتحدث بها إلى حضراتكم ثم توقفت فجأة وذكرت نفسي منتبها أنت يا أبا الفتوح تتحدث إلى أبناء الابتدائية المرحلة الابتدائية فسألتهم أبناء وبناتي هل تفهمون اللغة التي تحدثت بها إليكم منذ بداية الندوة إلى الآن أم المطلوب مني أن أتحدث باللغة العامية التي تستخدم في الأسواق وفي الشارع وفي البيوت قالوا جميعا وبصوت عال كلا كلا حدثنا بهذه اللغة الجميلة بل أقسم بعضهم أنه سعيد ومستمتع بها ويحسن فهمها مع إخوانه فلما تأكدت من هذه الحقيقة تكررت زياراتي تكررت زياراتي للمرحلة الابتدائية وأؤكد أن هذه المحاضرات كانت مفيدة وناجحة بكل المقيس وكثيرا ما أنتهز الفرصة إذا جلست بين العوام أسألهم يا جماعة أنا وأنا أتحدث إليكم منذ بدأت دروس قناة الرحمة الفضائية منذ سبعة عشر عاما إلى اليوم وأنا أحدثكم باللغة العربية الفصيحة التي لا أجيد لغة سواه بل ولا أجيد كذلك الحديث باللغة العامية هل تفهمون هذه اللغة وهل تفهمون ما أريد وهل تتحقق أهداف الدرس الأسبوعي كما ينبغي بحيث أطلئن لذلك وأستمر في هذا المنهج وبتلك الطريقة دائما يقولون لي كلما طرحت هذا السؤال وأنا أستثمر اللقاء مع هؤلاء وهؤلاء دائما يقولون نعم نفهمها جيدا وأنت تقدم لنا اللغة العربية الفصيحة السهلة الجميلة يعني استمر يا مولانا على ما أنت عليه وخاطبنا وخاطب أبناءنا وبناتنا بتلك اللغة الجميلة فأسعد بهذه الإجابات كثيرا ولذلك أتمنى أتمنى وأقولها صريحة للجميع بل لكل من يتاح لهم أن يجلسوا هذه الجلسة أن يحدثوا الناس باللغة العربية أنتم تتحدثون عن الإسلام المأخوذ من القرآن ومن سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام وأقول للجميع كذلك والله لن تصل المعاني القرآنية أو المعاني الإسلامية بوجه العام بوجه عام أو المعاني النبوية الكريمة والله لن تصل بأعلى مستويات الوضوح والدقة إلا بهذه اللغة وأقول ذات الشيء أقوله للمعلمين والمعلمات أي أن كان المستوى الذي يواجهون من أبنائنا الطلبة والطالبات يعني تستطيع يا أخي المدرس ويا أختي المدرسة تستطيعون جميعا أن تصلوا إلى أهداف الدرس والمحاضرة على المستوى الجامعي تستطيعون أن تصلوا إلى المطلوب بإذن الله وأن تحققوا أهدافكم المرجوة على أعلى المستويات بإذن الرحمن الرحيم باللغة العربية بل إلى جانب وضوح المقصود وتحقيق الهدف أي أن كان هذا الهدف هناك أهداف وجدانية أخلاقية وهناك أخرى مهارية وهناك أهداف كذلك أهداف المصطلح أو اللغة العلمية ستصلون بإذن الله إلى أهدافكم المعرفية والوجدانية والمهارية ستصلون إلى المطلوب إن شاء الله وتحققون أهدافكم وأنتم مطمئنون بإذن الله بل أقول وأنتم سعداء نعم وأنتم سعداء سعادة ما بعدها سعادة أن تواجه أبناءكم وبناتكم بهذه اللغة الجميلة في يعني يلقي أحدكم على نفسه اسمعوا الكلام يعني أو قول يتحلى يتحلى المتحدث بها بأعلى درجات المهابة والجمال والجلال وهو يجلس متحدثا بين الناس باللغة العربية الفصيحة وأبشركم بشيء آخر ستجدون ممن تخاطبونهم أي أن كان مستواهم ستجدون منهم أعلى درجات الإنصاط والاهتمام أي والله لأن أبناءنا وهم يتلقون منا بلغتنا هذه يشعرون بجدية بجدية المادة العلمية المعروضة يشعرون بجدية الموضوع موضوع المحاضرة وموضوع الحصة وبجدية أستاذهم وهو يؤدي أمامهم بهذه اللغة يشعرون بجو جاد وجميل ومهم ويشعرون كذلك أن أستاذهم وهو يحبهم يريد أن يحلق بهم في آفاق عليا من العلم الجميل واللغة الجميلة لغة البلاغة والفصاحة والبيان لغة القرآن الكريم لغة الإسلام والسنة المشرفة كل هذه المشاعر الجميلة تعتري أبناءنا وبناتنا وهم ينصطون إلينا ونحن نتحدث إليهم حتى في قضايا الأمة اليومية أيضا لا تلجأوا للغة أو للهجة سواها اسمعوني أرحمكم الله إني أتحدث إلى حضراتكم بعد تجربة في التدريس طويلة طويلة ووجدت من أبنائي الطلبة والطالبات أعلى درجات الاهتمام نعم بل يشعرون وهم يستمعون إلينا يشعرون بقيمتهم وبأن أستاذهم يحبهم ويقدرهم ويثق بهم ويثق بقدرتهم على المتابعة نعم كل ذلك ستشعرون به بإذن الله وأنتم تواجهون أبناءكم وبناتكم في مواقع التدريس بمستوياته المختلفة وأستطيع أن أؤكد كذلك سيزداد حب حب أبنائنا لكم نعم ويشعرون بأنكم تحبونهم وتقدرونهم وتثقون بعقولهم وبأنهم سيحسنون المتابعة كل ذلك وارد لذلك أتمنى أتمنى من الجميع ومن القيادات التعليمية في أي موقع كان أتمنى من الجميع أن يعطي اللغة العربية حقها ستساعدنا معرفة أبنائنا بهذه اللغة مساعدات جمة في أهداف علمية وتربوية وأخلاقية نعم بل وفي ذلك إنصاف إنصاف للدين ما بعده إنصاف وسيتحقق نتيجة لذلك ستتحقق أعلى درجات النجاح لأبنائنا في آخر العام الدراسي أو في آخر كل فصل دراسي حتى حتى إذا اضطررنا لعمل دورات في النحو والصرف والبلاغة حتى لو اضطررنا على كل المستويات لعمل دورات تدريبية في هذه المواد اللغوية والبلاغية المهمة لا مانع لا مانع ويمكن لهذه الدورة المتعلقة بالنحو والصرف والله يمكن أن تكون شهرا واحد شهرين يستعيد فيها السادة المدرسون والسيدات المدرسات والسادة المذيعون والسيدات المذيعات يستعيدون فيها وفي وقت قصير إن شاء الله يعني مراجعة قواعد النحو الصرف وفي أيام كما قلت معدودة سنشعر حينها والله أننا حققنا أعلى درجات النجاح والتوفيق في هذه المهمة التي لا أستطيع الآن والله وفي موقعي هذا وفي هذا الوقت لا أستطيع أبدا أن أشرح لحضراتكم ماذا يمكن أن يعود علينا وعلى أبنائنا بهذه التجربة المهمة والجميلة كنا ونحن في كلية اللغة العربية منذ زمن بعيد طبعا كنا نتعاهد فيما بيننا معاشر الطلبة أن نبدأ يومنا الدراسي بلغتنا العربية الفصيحة وأن لا يتحدث أحدنا باللهجة العامية مطلقا وأن يستمر ذلك إلى آخر اليوم الدراسي وكنا نشعر كما قلت بمتعة ولم يمر وقت لم يمر وقت طويل أبدا حتى من فضل الله تبارك وتعالى حتى كان أحدنا يخاطب أخاه بلغة جميلة مرنة صحيحة وممتعة وكانت ثقتنا بأنفسنا تزداد يوما بعد يوم لذلك أتمنى كما قلت أن يعود الجميع إلى لغتهم العربية الممتعة وبهذه المناسبة كذلك أرجو من المهتمين بالإدارة المحلية والمحليات بوجه عام أن يقوموا بحملة بحملة ممنهجة مرتبة وبمساندة الدولة المباركة لتصحيح اللافتات اللافتات التي تظهر على المحل والمؤسسات والشركات أتمنى أن ننصف لغتنا وبدلا من لغات أخرى انتشرت على واجهات المحال التجارية أتمنى للغة العربية أن تحل محلها هذا شيء عظيم لو قمنا به إن شاء الله سيكون كذلك إنصافا للغتنا العربية وأختتم بما كتبته بالأمس أو أول أمس كتبت خمسة عشر بيتا في اللغة العربية وجمالها وكيف أنها نعمة من أعظم النعم التي امتنى الله بها علينا عندما أنزل القرآن بلغتنا فأحيانا أحيانا وشرفنا وأكرمنا وجعل لنا الريادة في العالم الإسلامي كله والله العظيم الريادة كم مررت على الأعاقم وأنا في الإمارات جلسات الأعاقم من أفغانستان وباكستان وكانوا إذا رأوني يستدعونني إجلس بيننا اشرح لنا هذه الآية وأجد يعني رجاء المعرفة وحب المعرفة بأمور الدين والقرآن أجدها عندهم أملا عظيما ومتعة ما بعدها متعة عندها كنت أقول الحمد لله الذي أكرمنا معاشر العرب وأنزل القرآن بلغتنا اسمعوا هذه الأبيات التي لم يمر عليها ثمانين واربعين ساعة أقول حدث بها حدث بها وافخر على البلدان حدث بها وافخر على البلدان أرقى لغات الأرض والإنسان واعلم بأن الله قد أعطى لنا خير اللغات وزينة القرآن شرف العروبة كلها وسراجها قرآننا هو ذروة التبيان الله أكرمنا وأعلى شأننا وحب العباد بأعظم الأديان أقول الله أكرمنا وأعلى شأننا وحب العباد بأعظم الأديان واختار رب العالمين لديننا شخص الحبيب المصطفى العدنان وحباه من خير الكلام فصيحه صلى الله عليه وسلم وحباه من خير الكلام فصيحه فإذا به فإذا به رب البيان وقمة الإيمان فالحمد لله الكريم فالحمد لله الكريم نخصه بالشكر والتسبيح والعرفان وله ندين بفضله وبدينه وتلاوة القرآن بالإتقان وله ندين بفضله وبدينه وتلاوة القرآن بالإتقان واختص واختص أبناء العروبة هاهنا بالمصطفى وعروبة القرآن اختصنا الله عز وجل هاهنا بالمصطفى وعروبة القرآن فإذا قرأنا في المصاحف صفحة وضحت بفضل إلهنا الرحمن هذه ورب العرش أعظم منحة من فيض نور الواحد الديان إذ أقرأ القرآن سهلا واضحا مستبشرا بالروح والريحان أحظى برضوان الكريم وعفوه وكرامة الترحيب من رضوان يوم القيامة إن شاء الله أحظى برضوان الكريم وعفوه وكرامة الترحيب من رضوان والفضل لله العظيم وجوده والفضل لله العظيم وجوده وحلاوة الإسلام والإيماني الإسلام له حلاوة والإيمان له حلاوة والمغيرة والد بن المغيرة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلو عليه وتقرأ وما يعلى عليه بارك الله لوالكم في القرآن العظيم وكل عام وأنتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته